بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في كورس الاي تي فاونديشن. واللي بنقدمه من خلال صفحتنا هيكل اكاديمي. كورس الاي تي فاونديشن يعني هو يمكن كورس جديد شوية يعني فيه في كتير ما عرفش حاجة اسمها كورس الاي تي فاونديشن لانه فعلا مش موجود. يعني هو كورس الاي تي فاونديشن ما هواش تراك مكتوب مثلا بيتدرس في مكان ما. وفي نفس الوقت ما هواش اختراع ما هواش حاجة جديدة يعني ما فهوش اي كلام جديد ولا هو اختراع يعني. ولكن فكرة الكورس ده جات منين? جات ان هو يعني المجال تكنولوجيا المعلومات كل ما ده ما بيكبر ويزيد وتشعب اكتر واكتر. ففي بعض الناس اللي بتبقى شغالة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة ان الجداد منهم بيبقى متلخبط في المجالات المختلفة اللي موجودة جوه الاي تي. ده غير طبعا الموضوع بيبقى اكتر صعوبة على الناس الطلبة اللي هما مسلا طلبة حاسبات او طلبة هندسة اللي هما الناس اللي متخصصين في الكمبيوتر. وبقى اصعب اكتر واكتر واكتر على الطلبة اللي في كليات تانية ونفسهم يدخلوا مجال كليات المعلومات وليكن مسلا اه واحد في كليه التجارة عاوز يدخل في مجال الاي تي فمش عارف يدخل منين. فالكورس ده كل اللي بيعمل ان هو بيتناول من وجهة نظر شخصية ايه هي المجالات بتاعة الاي تي اللي هي الفيلز اللي انت ممكن تخش جواها وتشتغل فيها في شغل الاي تي مع نبزة بسيطة عن كل مجال منهم وفي نفس الوقت يعني بيديك الطريق اللي انت ممكن تبدأ منه لو مسلا كتاب جاي تقراه كورس لازم تبدأ منه عشان تمشي في الطريق ده. مجالات الاي تي كتيرة يعني سواء كانت بقى سواء كانت سواء كانت سواء كانت داتابيز وابليكيشن الناس اللي شغالين في الهاردوير في ناس كتيرة بتشتغل في الاي تي وكل واحد في حاجة مختلفة عن التاني. فهو الكورس ده مجرد نظر عامة عن ايه اللي موجود عشان تبقى عارف لو انت عاوز تاخد خطوة في المجال ده تاخدها ازاي يسهل عليك. ده غير ان انت صعب ان هو حد يلم كل الحاجات اللي موجودة في مجالات الاي تي. طبيعي كل واحد بيحب حاجة وبيهوى حاجة على التاني. فانت لما تسمع كل المجالات الموجودة او على الاقل لنبزة مختصرة عن كل المجالات اللي موجودة تقدر تحدد ايه الاقرب لقلبك او ايه الاقرب اللي انت تقدر تنجح فيه. فهو ده هدف الكورس. والكورس ده اه تجربة شخصية يعني الكلام اللي انا بقوله ده زي ما قلت لك ما هواش موجود في هي وجهة نظر الشخصية في السوق واللي الموجود والحاجات اللي انا شفتها واشتغلت بيها. وفي بعض الحاجات مثلا زي انا ما اشتغلتش بها كتير. فانا حاطتها بس مش مدي كتير عنها لان انا مش قوير بيها. بس بقولك عليها بحيس ان انت تقدر تبدأ منها وتشوف لو انت عاوز تزود تعمل ايه. في المحاضرة الاولة بتاعت الكورس اه يعني انا عاوز اهم حاجة اناقش فكرة بتبقى موجودة عند كل الناس اللي داخله المجال ده جديد. انت عارف طبعا ان هو في بعض الناس كده اه ببعلمها قليل وكلامها كتير. لان هو اه بيجادل في كل حاجة بيجادل في البطل. فعشان كده تلاقي فيه ناس دايما بتدخل في الجدلات الوهمية اللي هو مسلا ايه? مين احسن موجود في السوق. هل هو اللينكس ولا اليونكس ولا ويندوز سيرفر ولا ايه بالزبط. اه واحدة نقول لك ايه احسن حاجة اشتغل فيها في الاي تي. لا ده هو الويب ديزاين احسن من الويب ديفيلومنت. طب هو لا ده اليونكس مسلا احسن من النيتوركس. تمام? الكلام ده كله مش صحيح. انت عندك كل حاجة الناس بتخترحها بيبقى لها لازمة. والشركات الكبيرة بتشتغل بكل التكنولوجز اللي موجودة. يعني انت لو قدر ليك تشتغل في مكان محترم عنده اي تي انتفايرومت محترمة. هتشوف كل حاجة في مجال الاي تي. هتشوف السيكوريتي هتشوف الفايروولز هتشوف اللينكس واليونكس والمايكروسوفت التلاتة موجودين. هتشوف الهاردوير بتاعته اتش بي واي بي ام وديل واي ام سي. هتشوف كل حاجة موجودة. ليه? لان اي حد عنده اي تي انفايرومنت بيحتاج كل دي. يعني هي الناس اللي اخترعت ويندوز مش اخترعته عشان تتبهى بيه اكيد ليه استخدامات معينة. وكذلك اللينكس رغم انه هو منافس للويندوز ولكن ليه استخداماته اللي احسن من الويندوز فيها. والويندوز ليه استخداماته اللي احسن من اللينكس فيها. وفي اليونكس اللي هو ليه استخدامات احسن من اللينكس واحسن من الويندوز. كل واحد من الشركات اللي بتصنع الحاجات دي هي بتستهدف معينة او بتستهدف ماركت معينة. تمام? وبتركز عليه. فانت كراجل بتاع اي تي مفيش حاجة اسمها احسن من حاجة. اول حاجة لازم تعرفها ان هو اي بيبقى فيها كل الكلام ده. ببقى فيها ببقى فيهاiera دي فرنط امرأتينج سيستم ببقى فيها رد وير بلاتفورم بلاتفورم مسلا. الكلام ده كله. ممكن يكون عندها داتابيز او اكتر مسلا اا يبقى عندها داتابيز يبقى عندها دي بي تو من آي بی ام. الكلام ده كله بيبقى موجود بيبقى محتج ولا تبقى الشغالة allein. انت اختار اللي تقدر تبدع فيه. واللي تقدر تبقى حلو فيه. واشتغل عليه واشتغل على نفسك وهتلاقي شغل في اي مكان. لما تجي تدخل اي مكان هتعرف ان هو الكصة مش كصة مين احسن من مين. الكصة انت تعرف تشتغل على الحاجة دي ولا لا?